طيب أنا شفت مبارح على السوشيال ميديا بمناسبة كلام حضرتك حد بيقول أن أنا طول شهر رمضان كنت بعمل أعمال خير وما ذكرهاش عشان الناس برضو إيه ما تعرفش حاجة دي فبيقول أنا أنفقت الحمد لله ربنا وسه عليه وأنفقت كتير في رمضان هل زكاة الفطر لو طلعتها 15 جنيه فهي كده سقطت عني خلاص ولا بما إني مقدر أطلع أكتر من 15 جنيه زكاة الفطر بند خاص إنما الأعمال بالنيات عايزين ننبه على هذا المعنى دايما لما بطلع حاجة أو بعمل عمل نياته معه أنا بطلعه ليه أنا بشكر ربنا على نعمة الصيام انت ديت في الشهر دي دي حاجة جميلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود بالخير من الريح المرسلة والريح المرسلة هنا معناها التي لا تلتفت خلفها يعني يعمل خير ويستنى الخير اللي بعد ويستنى اللي بعد ولا يمن على أحد ده معنى الإنفاق في سماحة وسهولة لكن هي القضية هنا إيه أنا بطلع زكاة الفطر طهرة لصومي وشكرا لله على بلوغ شهري وإتمامه قياما وصياما وأعمالا صالح يبقى لتكن الزكاة على قدر معنى الشكر العبادة دايما لازم أحس بيها وأعرف أنا بعمل إيه أنا بشكر ربنا وأقول له يا رب لا تجعله آخر العهد من رمضان أنا بطلع زكاة الفطر المفروض عيون قلبي بتدمع ليه أنا يعني على فراق شهري أقول له أيها الشهر ترفق دمع عيني قد تدفق أنت لسه جاي من كم يوم أياما معدودات ولسه بنقول أهلا دلوقتي بنقول لك مهلا فاضل فيك ساعات فضيف حبيب عزيز فأنت لما توضع الضيف الحبيب الجميل العزيز إلى قلبك اللي بيغير حياتك وبيرقق قلبك وبيعيشك مع الله سبحانه وتعالى أشكر ربنا شكرا يليقه بالشهر هي دي زكاة الفطر عزيز